السلام للجميع ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة اليوم في هذا الفيديو حبيت نشارك معكم هذه التحلية تحلية سهلة بسيطة وسريعة في نفس الوقت تحلية شالوت اوفخز اون فيغين درتها فيه كؤوس بزاف رائعة بنينة خفيفة وما تشدلكم بزاف الوقت مقادرها مكاش بزاف قليلة نروحوا مباشرة باش نشوفوا المقادر وطريقة تحضير بسم الله اول حاجة عندي هنا 250 غرام تع فراولة او 250 غرام دو فخيز بيانسير خصلتها وراح نقطها حاقيتها اصغر بهذا الشكل نحطهم في نضيف الريسيبيون هكذا ولا تبسيكو نغامق شوية هكذا كامل بعدها راح نضيف لهم غرفة كبيرة سكر كويه سوب دو سكر نخلط نبليح السكر مع الفخاز ونخلي كامل هادوك اللي فخاز يطلقونا العواصرات تحهم ايه اللي عندنا جو هكذا نروحوا نوجدوا الكريمتان هنا في الكريمة عندي هنا 250 ميليلت خطاع كريمة كرام فخاش لازم تكون بردة بزاف لتوها مقبل في الفخيجيدغ مع الوريسيبيون تحكم هكذا ثاني يكون في الفخيجيدغ ونطلقوها عادي اللي عندو كخام فخاش او كخام فخاش بودرة تحت زائر يقدر يستعملها عادي بطريقة كما اللي تعرفوها بالماء ولا بالحليب هكذا هنه راح نضيف 120 جرام تاع جبن نوع ماسكخبون ولا فيلادلفيا ولا اي جبن طري يكون عندكم غير مملح مافيش الملح ونضيفوه هنا 60 جرام تاع سيكخ غلاس بمقدار 3 مغارف هكاك سيكخ غلاس او حسب الرغبة ونضيفوه مغرفها صغيرات على فاني هكذا احنا نسيتها ما ضفتهاش بعد اللي تجهزنا الكريمة ها راح نضيرها فلاب وشادوي بهذه الطريقة هكا هكذا ها راح كما شدو هنا اللي فخاس التوعان اتالقوا متاحهم هنا لي شافت بلي اللي فخاس التوعان ما تلقوش الماء ادر سرغو 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 عادي طيب سرغو وضيفلو شوية قارس وتستعملو ولا سرغو تعال الفخاز ليتباع ادلو شوية ما كما كم تشوفو هنا يعني نوريلكم ديرو لو شوية ما وديرو هنا انا قلت بالك ما تكفينيش زيتلو شوية سرغو هاكا واح نستعملو هنا نجيبو لي بودوار هادو لي بسكويت بودوار هاكدا احنا قد نكسرهم هاكدا باش يجونا في الكاس ونقطصهم في هادك في هديك العسارة تعالي فخاز ولا اللي سيرو اللي خدمتوه كما قلت لكم ونضغط لتحت في الكاس هاكا بعدها راح نجيب كمية على كرام ونديرها هاكدا نزيدو كمية على فخاز نزيدو نشمخو هادو كلي بودوار نضغطو شوية بيسير ما نخلوش عكا هادا نزيدو الطبقة الاخيرة تعالي كرام هاكدا نزيدو لي بخازم الفوق هاكدا بهذا الشكل هاكدا هاكدا نكملوا نفس الكؤوس او الكؤوس المتبقية التاعنا بنفس الطريقة كما امشتوني ضغط من اللي حمل تحت هاكدا هاكدا ونضغطو بودوار التاععنا نضيو الطبقة على كرام طبقة على فخاز طبقة علي بودوار اقوم بالفوق الاكريم و نجعلهم في الفخيجي داري بردو على الاقل جد سوايا و يتشربوا مليح هذيك العصرة على الفخيز و تاني الاكريم تعنا تشد روحها شوية و كما كم تشوفوا النتيجة نتيجة تحوم جي رائعة بزف بزف بنين هذي التحلية و تجي بزف خفيفة و مناسبة جدا لسهرتنا الرمضانية في الاخير نقول لكم شهية طيبة جربوها بهذه الطريقة و مش حتندمو بيسور بزر بزف كما قلت لكم بنينا و نقول لكم في الاخير صحة فطوركم صحة صحوركم و نتلاقو في فيديو اخر ان شاء الله ما تنسونيش بالدامة تحكم و بارتاجيو الفيديو ان شاء الله و تاني ليكمونتر ليسنا في ليكمونتر تحكم و ليجام و نتلاقو في فيديو اخر ان شاء الله سلام